بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي الطالب في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث عن يونت 12 بهذا اليونت عدنا فور وسينز ووين والهولونج رح نشوف ذن الأدوات واستخدامهم طيب نجعل الفور أول أداة هي الفور الفور تستخدم ويجب جملة period of time مدة زمنية يعني جملة عفوا مدة زمنية يعني عدد ومعدود ودائما تحتوي على أس دائما هاي الكلمات ذنني أمهات الفور يحتون على أس ودائما بهن عدد ومعدود ليش لأن هنا مدة زمنية يعني فترة مثلا أسبوع شهر سنة هاي الفور رح عيد الفور تستخدم دائما مع الكلمات التي تنتهي بالأس لأنها تتحدث عن جملة أو مدة زمنية تتحدث عن مدة زمنية فقال two hours ساعتين twenty minutes five days كلهم بهن أس تقريبا a long time مدة طويلة يعني أيضا مدة طويلة أيضا فترة حدث يعني شي انتهت فهذه بالنسبة للفور ودائما يجي بيها أس طيب بالنسبة لكلمة سنز فدائما تبجي مع بداية حدث يعني بداية حدث وما بها يعني ما بها مثلا مدة زمنية انتهت يعني بس انطلاق يقول الساعة الثامنة ساعة ثمانية مندي الاثنين يوم اثنى عاش ايبرل الفين واحد كريسمس دير باركم هذي الاس هذي مو مالجمع مو مثل هذن يعني هاي هي من ضمن الكلم هاي كلمة وحدة بداية بس هاي الاس دير باركم هاي الاس وها سنز يعني لونش تايم وي ارائفد اي اغتاب ذني كلها نستخدم وياها دائما اي شي بداية نستخدم وياها السنز بالنسبة لنقطة بيه يقول مرات نقدر نحذف الفور اذا كانت الجملة مو نفي اما اذا نفي فما نقدر اكتبها يمك ملاحظة يمكن حذف الفور بعض الاحيان ولكن ليس في حالة النفي مرات اقدر احذف الفور بس في النفي ما اقدر احذفه فمثلا يقول they have been married هم متزوجين قبل عشر سنوات صار لهم عشر سنوات اقدر اقول they have been married 10 years بس من اقول they haven't they have had a holiday for 10 years they haven't اذا اذا عندي نفي مجبر جبار انه لازم استخدم الفور اذا عندي نفي مجبر باستخدام الفور واكم بلاحظة اخرى تقول يمكن استخدام الان بدل الفور في حالة النفي حالة النفي اقدر ابدل الان بالفور they haven't had a holiday in 10 years فاني من قلت they haven't had a holiday in 10 years فاني من قلت they haven't had a holiday for 10 years فاني من قلت they haven't had a holiday فور وراها الال يعني i have left here all my life كل حياتي بس ما قدر يقول not لكل حياتي ممكن الاستاذ يجيب لك i have left all my life for all my life يقولك صحيح الخطأ انت تحذف الفور لعن الفور لا يمكن استخدامها قبل الال الوين ملاحظاتها كلش بسيطة ورا الوين دائما يجيني ماضي بسيطة when did it start ماضي بسيطة اذا ملاحظة اكتبها نستخدم بعد الوين ماضي بسيطة اما ال how long فدائما يجينا وراها مضارع تام how long has it been raining مضارع تام مستمر اللي احنا ماخذين وإحنا قلنا تذكروا لمطاتكم الافعال اللي تجيوا ويا المضارع ويا المستمر اللي هما raining learning شوفنا هنا هسا ذنى تكرران هنا شوفنا غير يونيت وكلي رجعنا رجعنا لقينا هنى يعني فليش يقول لكم حفظوهن يعني ذنى بس امثلة نجعله هنا يقول ال it's وال it's بالنسبة لنقطة دي يقول عندي ال it's وال it's بس واحدة معناها it is والثانية معناها it has فشوكت هاي الفارزة ما للاختصار معناها is وشوكت معناها has هسا راح اشوفكم ما أدوخكم ولا أخذ وقتكم ملاحظة وحدة وتفضل الموضوع يابى هل it is إذا اجت وراها bean فمعناها has ما اجتك وراها bean يعني ما اجتك وراها تصريب ثالث للفعل بين أو أي تصريب ثالث يعني اذا اجتك بين أو تصريب ثالث للفعل فمعناها it has it has تجين ويه تصريب ثالث للفعل ما اجتك تصريب ثالث فمعناها it is فمثلا الجملة الاولى it is two years since هاي الجملة هسه يعني الاختصار هو is شون عرفته لين ما جاء تصريف ثالث اما هنا فمن قايل it has been هاي ال it معناها has ليش لان قايل been تصريف ثالث فدائما من عندي تصريف معناها has شوفونا عندي تصريف has هنا عندي been has دائما هاذ هي القاعدة هنا ينتهي هذا اليونت نشوفكم بخير بمحاضرة قادمة تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته